أنه قال دخلت على أسماء دخلت على أسماء وهي تسلي فسمئتها وهي تقرأ هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ فلما طال علي أتيت السوق ثم رجأت وهي في بكائها تستعيذ كيف لا يكونون هذا حاله كيف لا يكون هذا حاله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه ردوان الله تعالى عليهم مع القرآن حين اسمائه وقراءته وقال ربهم جل وعلا ووصف أهل خشيته معه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يذلل الله فما له من هاد فالقرآن عبادا له يؤثر في قلوب أهل الإيمان فيزيد في خشيتها من ربها وتزداد له خشوعا وخضوعا وتقربا وانقيادا ورهبة وخوفا وحبا وإجلالا وتعظيما وتقديسا قال الله عز وجل قال الله عز وجل في أواخر سورة براءة مبينا هذا التأثير للقرآن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كيف لا يكون كيف لا يكون هذا هو حال أهل الإيمان عند سماء القرآن وإند قراءته والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخصهم من بين خلقه بمزيد تذكير به فقال في سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد كيف لا يتأثرون وكيف لا يتغيرون فيحلون محل سيئة الحسنة ويتبعون الطاعة بالطاعة وحاذا القرآن كلام ربهم وخالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم وشؤونهم رَهَمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَى وَرَهِيمَهُمَا هذا القرآن الذي لو أنزل على الجبال الصمي الصلاب شامخة وكانت تأقل ما فيه من الوعد والوعيد لتصدعت وتشققت خشية من ربها ورهبة منه وخوفا يقول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهذا هو المقصد وهذا هو المقصد من ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل إنه تذكر الإنسان وتفكره واعتباره كي يراجئ نفسه فيبعدها عند نس المعاصي وضررها ويزكيها بالطاعة ويجملها لكن هذه الأجساد لكن هذه الأجساد التي خلقها الله من جلد وعصب وعظم ولهم قد أصبحت قلوب أهلها أقصى من الهديد بل أقصى مما هو أقصى من الهديد وهي الهجارة فقد قال الله سبحانه مخبرا عن هذا الشنف من الناس ومحذرا من شنيعهم في سورة البقرة ثم قصد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من حال ما يشقق فيخرج منه الماء وإن من حال ما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ولقد توعد الله جل وعلى أهل القلوب القاسية التي لا تلين عند سماء كلامه وقراءة كتابه ولا تتذكر بآياته ولا تطمئن بذكره بل هي معرضة الربها ملتفتة إلى غيره بالويل الشديد والشر الكبير فقال سبحانه وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين أيها الإخوة ولقد ثبت عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال ما درب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب وقال هزيفة من المرعش رحمه الله تعالى ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه فاللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تجمع وإليك نشكو قسوة قلوبنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم دي كان مغودية دي كان يبوو دي كذالي دي جنزينا واندباسو دي قليهي باسو دي اي أكا سنطبطة غر الله ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر